السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحة جيدة ان شاء الله. الاقتراح ديال اليوم غادي نديرو طون منزلي طون اللي كنشريه بتامن غالي. غادي نصيبوه بتامن رخيص. غادي ندير معكم طريقة ديال طهي ديالو بالمنسمات اللي باش يجيناع بحال يزنقا. وغادي نشارك معكم ايضا طريقة ديال تعليب ديالو باش غادي يعني محتفظين به اطول مدة ممكنة. يعني هاد الفيديو غادي يكون فيه جميع المعلومات على طريقة ديال تحضير الطون. هنا كناخدو هاد النوع ديال الطون ديال السمك. يعني كيكون هاد طون كيكون يعني كتتم سمكة ديال الطونة كتباع يعني في الاسواق. كتكون اه تمن ديالها ما كيكون شغالي كيكون رخيص. وكيف ما كتشوفوا الشكل ديالها ما فيها شديك القشرة ديال السمك. كيكون الظهر ديالها يعني املس. يعني ما كيكونش ما كتكونش ديالها القشرة. بحال الانواع ديال سمك الاخرين. يعني كيكون تمن ديالها رخيص مقارنة بالطون اللي لاجينا نصيين نشريوه. هنا كناخدو هاد النوع ديال السمك. انا هاد النوع الكبير كييجيني احسن صراحة مدك النوع الاخر ديال كابايلة. يعني تهو كتصيب به الطون ولكن هذا كي يجي احسن يعني كي يجي يعني سهل لان الحوتة كبيرة ما كيكونش فيها الشوك بزاف يعني دك الشوك يكون دك الشوك الغليض يعني كنشوفوه دغياء كنحيدوه ما كي ياخدناش واحد المجهود كتير هنا من بعد ما نضيفنا السامك لهو الطريقة دياله التنظيف دياله سهلة حينس ما فيش دك دك القشرة اللي كتعدبناه ما فيش تالشوك هنا كنتخلصوا من الرأس لان الرأس ما فيش يعني ما فيش دك الهبراء اللي غادي نحتاجوها في في الطون هنا كنديروه كيفور هنا راجتني هدك الديل دياله غادي ما جانيش في الكسكاس غادي نقطعوه سافي كندير دك الطون دك السامك ديالي كيفور كندير ليها حد رشيشة ديال الملحة وكنعصر عليه واحد نص حمضة وكنديرو كيفور وفي البرمة كنديرو دك دا نص حمضة اللي عصرنا كنديرو القشرة ديالها وكنزيدو واحد الوراق ديال سيدنا موسى او ورق الغار ممكن زيدو قرعيشة ديال اليازير كيتلعو في ديك الفورة وكيعطيونا واحد الماداق ليهو زوين بالساف هنا من بعد مافار يعني تقريبا واحد نص ساعة يعني كيكون طايب كيكون يعني ولا طايب مزيان هنا كنفتحوه بهذا الشكل هذا وكنحاولو ناخدو غي ديك الهبراء اللي كتكون عدنا الوسط وكنتخلصو من دك عني دك الجوانب اللي كيكون فيهم الشوك يعني هو ما كيكونش فيه صراحة الشوك بالساف يعني غي قطع كبارين كي يبانو كنحيدو احت ديك الجلدة ديك الجلدة اللي اللي اللون ديالها اسودة ايا كنحيدوها يعني كنخليو غير ديك الهبراء اللي كنلقو عادة في يعني في الطون المعلب لكن شي شوك ولا شي حاجة كنحيدو يعني باش مزيان هاد الحوت الكبير انه كيكون فيه الشوك باين وما كي يعدبناش يعني وما غديش لقو معاه مشكيلة انا كم عارفين الطون يعني را غدي كون يعني غدي نبغي نستعملو خصو يكون واجد يعني ما شيفاش غنستعملو عاد نبقا ون نحيدو في الشوك يعني خصو يكون واجد بحال الطون العادي اللي جا يعني من من دراري او هادا يعني كيستعملو يديرو صون دويتشات وفي كنستمرو بهالطريقة هادي حتى كن نحيدو قاعد الكمية اللي عدنا يعني كننقيوه كي تكيو لي واجد هانتوما من بعد ما ما صيبناه كنحاولو كنخليو عيني طروفا يعني صينين يعني بحال يعني باش يبقى بنمحافظ على نفس الشكل اللي يعني اللي كنشريوه به هنا كنعاودو كنديرو له واحد واحد الروتوش كنشوفو لي مازال فيه شي شوك مازال شي حاجة يعني يعني راكم عارفين خصو ما يبقاش في حتى حاجة حتى شي شوائب لا شوك لات حاجة يعني ضروري كنعاودو يعني جوج ثلاثة مرات باش نتأكدو انو ما بقاش فيه الشوك هنا كناخدو واحد واحد طاوة كنديروه فيها يعني هنا غنديرو له التوابل اللي غادي تترافقوه كنديرو كاس ديال زيت العود ممكن تخلطوه بزيت المائدة وزيت العود كنديرو نصف كاس ديال الخل كنضيفو معلقة كبيرة ديال القزبور يابس يعني القز هدي هم هم الاضافات اللي كنديرو كنديرو ورق سيدنا موسى او ارق الغار كنديرو واحد جوج الثلاثة ديال الفصوص ديال التوم كيكون محقوق يعني صافي ادومة توابل اللي كنديرو والملحة يعني ضروري كنزيدو الملحة لانا خصو يكون شي شوية ملح هنا من بعد ما درنا هاد العناصر كلها كنديروه كيطيب في هديك الزويتة ديالو وهدك الخل يعني غير بما غير كيدخل في هديك العناصر وكيدشرب هادك الزيت وهدك الخل وكي ودك الخل كينشف يعني ذاك الخل كينشف كتبقى غير ذاك الزويتة اللي كينة صافي هنا من بعد ما تشرب هادك يعني تقريبا واحد اربع ساعة واحد عشر دقايقين بما تشرب ذاك التوابل وذاك العطرية اللي فيه هنا كناخدوا يعني قريعات معقمين هنا كنعقموهم كنغسلوهم بزيان بجافيل وكنخلوهم كيقطرهم زيان وكنديروهم الفران واحد خمسة ديال دقايق لفران كيكون سخول كنخلوهم واحد خمسة دقايق وصافي وكنتفعلوهم الفران صافي هالطريقة كيتعقمو كيوليهم زيانين هنا كنحتفظو بهم كنديرو الحبس ديال الطون بهات الشكل هذا هنا الى بغينا اننا نعقموهم نديروهم في مثلا في كوكوت كنسدو القراعي مزيان وكنديروهم في كوكوت واحد عشرة دقايق من بعد ما تسفرنا سفارة من بعد كنحيدوهم من الكوكوت وكنخليهم بتاك كيبردو مزيان وكنقلبوهم على الجهة على يعني راسهم كيولي لتحت كيف ما غادي تشوفو من بعد يعني هذي الطريقة ديال اننا نحتفظو بهم مدة طويلة ولكن الى تفتحات القرعة يعني خصها يعني تستهلك ما نخليوهاش يعني مدة طويلة هنا يا كنزيدهم زيت العود من الفوق صافي وكنسدهم الى هذو ولا بغيت انني نحتفظ بهم كيما كتلكم را كنعقبوهم في الكوكوت عشرة دقايق من مرة من مرة ما تسفرنا الكوكوت او لا كنحتفظو من في التلاجة هذا كيدووز لنا تقريبا اسبوع كيدووز لنا اسبوع في التلاجة يعني ما كيبقو اسبوع سالعشرين في التلاجة يعني بلا ما نعقموه الى عقمناه را كيدووز لنا مدة طويلة هذي الطريقة اللي قلتلكم من بعد ما ما كيتعقموه في الكوكوت كنجبدوهم وكنقلبوهم بهالطريقة هذي هنا را كيبقونا مدة طويلة يعني ما كنخافوش انهم يفسدوا لينا يعني هذا هو الاقتراح ديال اليوم كانت مني يعجبكم الى عجبكم دعووا الاب بالرحمة والام بالشيفاء اشتركوا في القناة